يعني مثلاً لو هناخد مثال منذ أن وجد الإنسان أو وجد الإنسان على الأرض وهو بيتسأل بيطرح بعض الأسئلة كده هو مين اللي خلق العالم السؤال ده يعتبر سؤال فلسفي ولا ديني لأ احنا بنقول ان السؤال ده ديني وفلسفي في نفس الوقت علشان كده درست الفلسفة موضوعات زي نشأة الكون مثلاً أو مركز الإنسان والحياة الأخلاقية وسبل تحقيقها والموضوعات دي خلي بالكو محور دراسة الأديان السماوية يعني معنى كده ان الموضوعات اللي اهتمت بيها الفلسفة برضو اهتمت بيها الأديان السماوية طيب أكد فلسفة الإسلام ان العلاقة ما بين الفلسفة والدين ما فيهاش أي تعارض يعني لا يوجد تعارض ما بين الفلسفة والدين فالحق لا يضاد الحق فالحق لا يضاد الحق المقصود بالحق الأول الحقيقة اللي بيوصل بيها الدين والمقصود بالحق التاني الحقيقة اللي بتوصل لها الفلسفة وإحنا هنا عايزين نقول إن الدين مش ضد الفلسفة ولا الفلسفة ضد الدين فالحجة الفلسفية داعمة للإيمان والاعتقاد الديني مؤكد له يعني أنا باستخدم الحجة الفلسفية علشان أتيقن من إيماني وكمان الاعتقاد الديني مؤكد للفكرة الفلسفية الأولى الدين والفلسفة يلتقيان في معالجة موضوعات زي أصل العالم مثلا وطبيعة الإنسان وطبيعة الوجود لو جيت تدخل في الموضوعات دي هتلاقي الفلسفة وهتلاقي الدين محل دراسة